المحور الأول في التفكير العلمي الإضافة المعرفية الإضافة إرساء منهج في البحث يكفل المعرفة تطورها التمثل طور النقل والاقتباس المحور الثاني في الفن والأدب النشاط الفني والفكري للعرب المسلمين الرؤية الجمالية الخاصة بالعرب المحور الثالث في حوار الحضارات تقديم محور في حوار الحضارات شروط حوار الحضارات موضع هو إيجابيات الحوار اليوم تعريف العولمة إيجابيات العولمة سلبيات العولمة الحضارة الإنسانية المحور الرابع في الفكر والفن جانب الفن جانب الفكر تكنولوجيا المعلومات والفن التكنولوجيا الحديثة الإيجابيات التكنولوجيا الحديثة السلبيات الفن وظائف الفن من شواغل الشباب الحريط القانون العدل الاستبداد من شواغل الشباب التعليم والعمل التفسير السيغ والتركيب الحجاج الأدوات اللغوية والروابط المنطقية التركيب الحجاج أدوات التأكيد التوكيد التركيب الشرطي التفسير الأدوات اللغوية الحجاج الحجج الدعم والأقناع الدحظة التعديل والتنسيب إبداء الرأي فسر الرأي